الحمد لله الحمد لله للذي أناع لعباده بنوره المستبين والصلاة والسلام على نبينا إمام المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أما بعد الحياة إخوة الإسلام نعالج اليوم مرض من أمراض أمتنا فمن أمراضنا أننا قطعنا الصلة بربنا جوفاء أصبحت خارية على عرشها تشبه صلاة الغراب كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنت تصلي وتلك الصلاة لا تمنعك عن ارتكاب الترائب وعن ارتكاب المبخات وعن ارتكاب الفواحش وعن ارتكاب المنكرات فصلي فإنك لم تصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل دخل رجل أمام النبي بين يدي النبي وصلى ثم أتى النبي وقال له النبي عليه الصلاة والسلام صل فإنك لم تصلي فالسؤال كيف نرتقي بصلاتنا كيف نرتقي بصلاتنا الله سبحانه وتعالى يقول في شهن الصلاة وإنها لكبيرة ماذا الصلاة الصلاة كبيرة ثقيلة صعبة مشكلة إلا على الخاشر فالله ينظر إلى الصلاة وكأنها مشكلة يجب فعلها فلنفعلها ونرى ما هو أعظم منها أهناك ما هو أعظم من الصلاة أهناك ما هو أعظم من الصلاة فالصلاة عماد الدين أول عمل نؤمر به الصلاة بعد الشهادتين فالشهادتين نطق باللسان وإقرار بالقلب وبعدها أول عمل الصلاة الصلاة كيف نرتقي بصلاتنا أولا نحافظ عليها كيف نحافظ عليها بفرائضها وسننها ومستحباتها وبوقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كذابا موقوتا ونحافظ عليها قبل أن نفعلها قبل أن نقوم بها كيف بوضوئها بوضوئها فإذا حافظت على ذلك الوضوء ليكون وضوءا ذو الهيبة وذو وقائب فمن المصرين من توضأ وضوءه للصلاة وفي وضوئه إسراح وتبذير ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياط وكان الشيطان لربه كفورا كيف تريد الخشوع في الصلاة وقبل أن تبدأ تلك الصلاة وتلك العبادة النبيلة اقترفت عملا من أعمال الشياطين التبذير وبعدها تريد الخشوع وتريد الوقار في الصلاة أي وقار وأي خشوع كيف نرتقي بصلاة إقرأ قوله سبحانه وتعالى جل جلاله وعم نواله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين من هم الخاشعين؟ الذين يظنون ماذا يظنون؟ يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون نتدبر الكولى أنه يقول سبحانه وتعالى في صفة خاشعين أنهم ملاقوا ربهم يعلمون علم اليقين أنهم ملاقوا ومن يريد أن يلقى ربهم إلا الحبيب الذي يحب الله سبحانه وتعالى فالصفة الأولى أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى والصفة الثالية أنهم إليه راجعون يخافون يوم القيامة يخافون ربهم فبمحبته وبخوفه نالوا تلك الخشوع أو نالوا ذلك الخشوع أتدرون لماذا يريدون لقاء ربهم لقاء ربهم لأنهم يحبونه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود الود أكبر درجة من الحب الله سبحانه وتعالى يعطيها لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحة اللهم رزقنا ذلك الود وأنت تحب الله أنت تحب الله سبحانه وتعالى إن المحب للمحب مضيع فهل تطيعه كيف نرتقي بصلاة الصلاة سعادة ونور لمن نال الخشوع وكيف نلال الخشوع إذا كنا نحبه سبحانه وتعالى وإذا كنا نخاف عذابه سبحانه وتعالى إن عصيناه وكيف نحبه كيف نحب الله إذا أدركنا تمام الإدراك أسماءه وصفاته ما عن أسماءه وصفاته بأنك تعرفه تعرف من تعبد أتسجد ولا تدري لماذا تسجد لا تعرف قوته لا تعرف حبه لك لا تعرف عضلته أتسجد مجهور فعليك أن تتعلم وأن تعرف من الله من الله سبحانه وتعالى فإذا وصلت إلى تلك المعرفة أو اقتربت إليها نلت ذلك الخشوع وكيف تخافه إذا أدركت تمام الإدراك أسماءه وصفاته لم يقل الله سبحانه وتعالى صلوا لتتذكروني أو لتذكروني بل قال وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري أقم إقامة الصلاة ولما ذكر المؤمنين الذين وصفهم الله بالصلاة الناجحة قال قد أبنح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ولما ذكر أولئك الذين أهملوا صلاتهم وغفلوا عنها لم يقل الذين في إقامتهم للصلاة ساهم لا لماذا لأنهم لم يقيموها لأنهم لم يقيموها بينما كانوا بين يدي الرحمن كانوا يفكرون في أمور الدنيا لم يقيموها لذا الله سبحانه وتعالى قال الذين هم عن صلاتهم ساهم والخشوع يدرك ب حب الله وخوفه ويدرك ذلك من معرفته سبحانه لتكن صلاتنا تلك الصلاة المذكورة في القرآن في قضي سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَّهُ يَحْلَمُ مَا تَصْمَعُونَ وَالْحَلُّ لِلْقَارِ رَبِّ الْعَالِمِ وَالْحَلُونَ مَا تَصْمَعُونَ 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 caption содерж وَالَاكُلُونَ مَا تُصْمَعُونَ وَالْحَلُونَ مَا تَصْمَعُونَ وَالحَلُونَ أَا مَا تَوَلْثُ Aujourd'hui, on va répondre à une question et cette question revient souvent souvent par les jeunes qui s'est en train de là les jeunes posent une question et quand il y a une question فكثر تق İnsف الاش Abdullah pul詐 المعاقر عليك وضع رأس ويليمن يجب؟ ص примерно، إن كت toast recruit � عليك لايسست لا點 يوجها ايضا لكم je اوظ بالت 있어 من هناك است طراب كل مرة وأيضا هذه الأهل speaker والدщине يهتم تلك ومن اسaczy muyذا في وعداد Autrement العيس فكتไه؟ بيوكو ده مرحبت كبيره بيوكو ده مرحبت ينظر أن تكونوا ينظروا شكو ويونوهمهمهم ينظروا شيئا تم فيها قالوا لم؟ لون هؤلاء العامر لم يكن هكذا مرحبت ينظروا أن يمكنهم من يلونغ ويهرب ينظروا أن يدعوا سحرتها ويجأت فرسط للعود من دخل نذكر ويطلق هذا هو أولى يجب أن تكون أولاً وانهم شيء يتحدث لك فلانهم يتحدث للهدى وفيه وكما تتبع فأبداً وإنها الاولى تتحالى في أيضاً إذاً تتحالى وإثداء لا يتحدث من المعارض مشروه وما تعلم بالله كما يقول فيه فاحثك ما صحور على وجهه يحب المدارع أقل يقوله أولاً واحد يقوله أديCS وذوله إنه ثلاثة فاولاً لا تسمحين إنه سائحين تعطوك أن تتعطع وكنت تتعطع والسيحة وهو أحب المدارع كذلك عندما تعطيه أنه لا تسمح لوحين لتفعل أنه لا يتك잔 ذلك لكن ما أنه لانه على سبيل الله صبحانه و تعالى عنه يقبل أن يقبل أن يقبل أن يرتد يدرسن دون يوجد يوجد هذا وليس تقول وليس يقبل أن يذهب فلليس لا يوجد العمل هو مستمر هو أقل يوجد الهتفاع يوجد يوجد رخ العمل يوجد شيء ويوجد هم يوجد رس الأولى وليسه يتوقطنا كزين نظيفة المشهود إلى جنوبة اكثر عبر كهذا كماذا نحن أفكد؟ كمه نحن 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 نوضع حيانا؟ كمه نحن 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 نعاييشه؟ لتعطق نحن نحن نطلقن كالا نجزلس من نحن نكتبح نحن نجزلون قد واعجن نظلم أنه شكوم يتمرينك صغيرا شيء مزيف شكوم يتمرد من نطلقن الله سبحانه وتعالى قال وإنها الكبير la prière c'est quelque chose de lourd quelque chose de grand quelque chose d'immense et qui est trop lourd pour certains ils ne peuvent pas la faire ص عن كل البصرة pour les humbles ceux qui sont humbles pour eux la prière c'est une lumière c'est un bonheur pour certains la lumière c'est un bonheur et pour d'autres la prière c'est un carver c'est une chose qu'il faut faire parce qu'on nous oblige à faire اه من قبل في الخارجات؟ لأنه في سيسا هل يوجد تجاهل ممسدعات ما بإنهارنا؟ هل يوجد شيء ممتعول ممتعوبة من القرية في 나ريك؟ وهذا يوجد في تجاهل بإنهارنا فعلنا من القرية؟ وهذا يوجد الأمر نقل على التجاهل أَل آل سَلَاةُ السَّلَاةِ رَمَيْرَ المَسْتلِ الْعَرَقُونَ أَثْتَرَرَ اي بطل ثوالث ودا 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 رب الأخري كمثل معا؟ سنِهُاクْرّع بِيَع ملا оказالتسان سابقه النجوم سابقه он est ce que savoir ? Comment on va élever notre prière ? Première chose. En la protégeant ... Comment on va la protéger ? On va la protéger en protégeant ces choses obligatoires dans la prière, les choses surévocatoires dans la prière, les choses souhaitables dans la prière. Intanto erased النوع quéono quéono on fait une recherche pour savoir si moi je veux protéger une chose, pour la connaître يجب علي تتحشر على ما يجب عليها مستعطة سنة و سنة و مستعطة أن أجب فى السابقة يجب علي ما جبت تتحقيق بالطلبين التعليم تطوير ت Прيناتية من سبيل انه من سبيل من سبيل ومن لم تفعل من سبيل وتفعل تحفر سبيل بس على صفوتي أن تفعل اجاب وعندما تحفل وانه اقول انه لا يسمونيه في مدده هذا الانه تبدأ بالمدده مناسبينه الله سبحانه وتعالى يقولين نعلم الناس وعا نساء الناس وين نساء الأشياطين وعا نساء الناس وعا وعا وشيطان نعرفه ويقولين هو أنه يقولين إنقاذه عندما تقبل أنه يقولين وأنه يقولين لا تريد تفجار الله وظل تفجار الله وظل تفجار الله تحديد الهدف احساس كل الأقبل شخص عن ذلك لغتائه تتجول مرمت كل جيش امنته ويجعونه اخطأ سوف امنته هل يمكن مني رأسيء دفاعه اخطأ دعا الدفاع يضع سوف انتعلم كان يعني كان لكي تحتج وحسب 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 الله سبحانه وطعاله كان آفاً سكراً لكي أجل وليس هناك ليس امرئاً باكي تحتجل خاصة لكي تشترك وحسب أكثر خاصة لكي تحضر مواجه وخاصةً لكي تحتجل خاصة لكي تحتجل تحضر ماذاً سوىً أسطرم اصبح لكي تجد هل الذي يمكنك الذين تشتري في ؟ قمت بتسجل هل من اصلا الان Sangلا تستخدمين عندما تفعل على مزوجه هل يمكن أن تفعل على مزوجه لأنه تقديم لفيسبة للغاية لِفتح لفتح 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 ولكنهم لا يهمت وبالتنس على المزوجه ولكنهم لا يهمت والله سبحانه وتعالى لا يهمت وإن من قائل الله يسفقه بحمده ولكن لا تفرحه نتسفقه تتشوف أنه يتطلق الله سبحانه وتعالى لكنك لا يمكنكم وفهم أبداً كيف سنحن نتطلق؟ كيف سنحن نتطلقنا في الآخره؟ سنحن نتطلقنا في الآخره وإستحاين لصبري وصالحه سنحن نتطلقنا في الطريقة وَنَّهَا الْكَبَارَتٌ يُصِبْ لا يكون لا يؤثر عليهم سيكون لفرارة سيكون افرارة لا يسأل لك سيكون ممنف بطاقة اسم لك ممنف بطاقة ممنف بطاقة انا جنسى انا جنسى لا يمكن اللہ ويدعان .. ويدعان لك تستفعه وي لا يمكنك أن أفعه وليس المهمة فالتي فالتحديث يفتح أنك تشعر في الكلام ومن أنك تتعرق ومن أنك تتعرق ومن أنك تتعرق فهو لا يمكنك أن تتعرقه وليس به الله يأتي الله في고atه وقلتم قبعه وما ينبقه لعرفك إن كنت لا أعرفك نجد الله لأفعله وانه ملاقبه فتمنين ومنهم يفتحين ومنهم يومون جديد شرع زدادة طولة كلها فهذا اللهم يعرفون أنهم يشبع الله وللهم وهذا من ج Jesus وماذا أفعل أفبه وللهم يشبع الله للمهم أفده أن يسمى النوم معيني منه ويشبع الله ماذا أفعل ما يقولون على عطم الله وقالت قابل بيطائق وخيراً معها وضعه وضعه يجعب ليعطل وضعه ورزعه 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 ورازه ورزعه يجعب ليس لنه على استاد سيالنسينا نعطيه مطودة مطودة أنك جمع لك ξأطرح سيولة سيئة 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 فلنسينا سيئة سيئة لا يلعطه الله عزيلا الله عزيلا يسألهمين... سبحانه و تعالى وأنت الزهرين وهو عزيلا أمن الزهرين وهو النشاط وهو أمن أعطيه وهو العلى وهو حديث الكلام وهو الموجودة يأترى الله عزيلا et il dit notre Seigneur qui Allah subhanahu wa ta'ala défend chaque nuit au ciel de la terre au dernier tiers de la nuit et il dit qui demande quelque chose que je lui accorde qui demande miséricorde que je lui pardonne que celui qui ne ressent rien dans sa prière et qui veut ressentir il n'a qu'à demander à ce moment là et Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera depuis Ramadan qui s'est levé avant le Fajr et a fait deux unités de prière un quart d'heure à l'enjeu nous on est vivant que pendant Ramadan et dès que Ramadan part on meurt, notre coeur on enterre se réveiller et avoir une relation puissante avec Allah subhanahu wa ta'ala donc avant de finir il y a quelques annonces la première c'est qu'il y a une conférence suivie d'un repas le samedi 25 janvier entre le maghreb ou l'aïcha le thème c'est le bonheur dans le couple par le sheikh mahjoub par le sheikh mahjoub donc c'est d'accouer in shah'Allah muhaadara ou y a qu'on aura à l'écran la deuxième chose qui est très importante je vais un peu insister dessus c'est qu'à partir de la semaine prochaine on a été avertis on a été prévenus à cause de leur gentillesse on a été prévenus de quoi ? qu'à partir de la semaine prochaine toutes les voitures qui sont mal garées ils auront un PV donc la loi c'est fortement ceux qui seront mal garées ils auront un PV c'est logique c'est normal parce que donc là on a dépassé des limites des fois on trouve des voitures chez les entreprises qui sont à côté et nous on se plaint pour se plaindre on est les meilleurs donc il y a des quartiers on est autour de 3-4 quartiers mettez votre voiture dans le quartier là-bas et venait à Pilar le prophète Sarsana il nous raconte que Djibril il parlait avec lui et il le sollicitait sur le voisin attention aux voisins attention aux voisins vous imaginez juste à cause de ça ils ne vont pas éminer les musulmans et vous aurez tous vous aurez tous partagé la part du gâteau et la part de la responsabilité donc c'est important d'être courtois et d'être respectueux par rapport à ça à partir de la semaine prochaine maintenant tout le monde a entendu celui qui n'est pas là celui qui est là le dit à celui qui n'est pas là à partir de la semaine prochaine il y aura des rondes pour le voir et il y aura des périls donc il faudra faire attention et la troisième et dernière annonce c'est qu'il y a une mosquée qui vient de très loin qui va venir la semaine prochaine qui vient de Bétune Bétune c'est dans le sud de l'île donc ils vont 400 km ou 500 km et ils vont venir pour collecter des fonds et donc ils vous le sollicitent c'est pas eux qui vous le sollicitent Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ثبت قلوبنا على ذكرك وطاعتك Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala allahumma قال amin 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 allahumma